موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخباري الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناول موسيقى مجلس اللسان العربي نظم ندوته المجمعية الأولى بنواك شوق بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة موسيقى اتحاد قوى التقدم يدعو إلى تعبئة الموارد للتخفيف من حدة الجفاف ويحذر من دفاقم المشاكل المعيشية موسيقى سكان قرية جيجنايا بالحوض الشرقي يشكون ندرة المياه وملوحة المتوفر منها ويدعون السلطات إلى إنقاذه موسيقى أهلا بكم إلى تفاصل النشرة افتتح مجلس اللسان العربي بموريتانيا مقره في العاصمة نواك شوت وندوته المجمعية الأولى المنظمة بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة وقد حضر لإفتتاح رؤساء ومناع عامون لعدد من المجامع اللغوية بالوطن العربي إضافة إلى حضور بعض الوزراء والباحثين نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير بحضور وزراء ودبلوماسيين ورؤساء مجامع لغوية في عدد من الدول العربية والإفريقية افتتح مجلس اللسان العربي جمهوريتانيا مقره الجديد بالعاصمة نواك شوت وفي كلمة القاهة بالمناسبة رحب رئيس المجلس الأستاذ الخليج ناحي بالضيوف معبرا عن امتنانه للدول التي ترعبها الحكومة الموريتانية في دعمه وإسناد لغة الضاد وخدمة اللسان العربي المبين لكم معالي سيد الوزير فإنكم بحضوركم وبحضور معالي وزير التعليم العالي وبحضور السلطات الإدارية والبلدية والمنتخبين الحاضرين تجسدون عناية دولتنا رسميا وشعبيا باللسان العربي وتقدمون أبلغ عبارة ترحيب نملكه الآن افتتاح مقر مجلس اللسان العربي بن واك شوت كان مناسبة لبعض الضيوف للإشادة بإسهامات العلماء الموريتانيين في حفظ اللغة العربية ونشر الثقافة الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا وبمنهج التدريس المحضري الذي يتميز به موريتانيا داعين للمحافظة على الأساليب التقليدية لتدريس اللغة العربية وعلومها في هذه البلاد في الطرق التعليمية التقليدية بين المريدين والشيخ أو بين التلاميذ والأستاذ وكم أود وأنا معلم في جماعة القاهرة منذ قرب 60 عاما أن يتفضل وزير التعليم العالي هنا بالمحافظة سعى معالي وزير التعليم العالي بالمحافظة على محاسن هذا الأسلوب وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن الحكومة تسعى إلى النهوض باللغة العربية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها مبرزا دور موريتانيا الرائد في نشر الثقافة العربية والمحافظة على لغة الضادي ناضيا وحاضرة في بلد طالما أكبرت بلادكم علماءهم وأكرمت نزلهم وعرفت لهم قدرهم وهم يتلقلون في أرجاء المعمورة حاملين معهم ثروة من أهم الثروات التي يمتلكها هذا البلد وهي ثروة اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الشعر والعذب حول انطلاقة أعمال مجلس اللسان العربي وافتاح مقره في موريتانيا كان مناسبة لتوقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة نواكشوط الحضرية ومجلس اللسان العربي اعتبره رئيس المجلس الأستاذ خلج نحوي بداية لجعل نواكشوط تفصح عن هويتها العربية من خلال تعريف شوارعها وزقتها دعا حزب اتحاد قوى التقدم في بيان صادر عنه إلى تعبئة الموارد من أجل التخفيف من حدة الجفاف الذي قال إنه يضرب أنحاء واسعة من البلاد وحذر اتحاد قوى التقدم في البيان الصادر عنه مما وصفه التدهور المضطرد لقيمة الأوقية وتفاقم المشاكل المعيشية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتام الحزب النظام بالقيام بحملة قمع بعد الاستفتاء على الدستور تستهدف الشيوخ والنقابيين وصحفيين ورشال الأعمال ومناضلي إيراء وفق البيان تشكو قرية جيغنايا الواقعة جنوبي مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي بعض المشاكل والتحديات في مقدمتها الماء الشروب حيث تعاني الآبار التقليدية التي يعتمد عليها السكان في السقاية من الملوحة وقد ألقت ندرة المياه في القرية وملوحة المتوفر منها بظلال سلبية على المواشي والزراعة بالمنطقة التي تشكل الزراعة والثروة الحيوانية مرتكزها الرئيس نتابع قرية جيغنايا الواقعة على بعد ثلاثين كيلو مترا جنوب مقاطعة النعمة عاصمة لاية الحوض الشرقي تشكو بعض المشاكل وتعاني الآبار التقليدية التي يعتمد عليها السكان لجلب المياه وسقاية مواشي خلال موسم الصيف من الملوحة ويطالب السكان لجهات المعنية بتزويدهم بالمياه الصالحة لشرب من خلاله مشروع الغر القريب منهم نطالبين الدولة نتعدل النشي صالح تخرصنا المياه صالحة للشرب تعدلها يبعد مننا هنا الماء ما هو بعيد مننا لا يعود تقريبا سبع كيلوات ولا ثمانية مظهر هذا اللي جاي للنعمة تقريبا ونحن ما مر علينا ندور الدولة تمرونا يجازي بالخير الزراعة هي الأخرى تواجه بعض المشاكل حيث يوجد بالقرية سد قديم ظل وحتى الأمس القريب المزود الرئيسي للقرية بالغذاء فعبره يحصدون ويجنون ذمان ما حصده لكنه اليوم يواجه بعض التحديات ويدعو آخرون إلى تزويدهم بالكهرباء الذي يمر على مقربة منهم بعيدا عن ما قالوا إنها اعتبارات سياسية تحول بينهم وبينه وتقوض مساعيهم في الحصول على مختلف المرافق الحيوية الضرورية وتقريبها منهم من قرية جاقنياي بولاية الحوض الشرقي أحمد البابية قناة المرابطون دعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في بيان صادر عنه إلى الحل السريع لما وصفها المعاناة المتكررة للطلاب في المركب الجامعي والتراجع الفوري عما قال إنها قرارات جائرة تمثلت في قطع منح الطلاب في الداخل والخارج وطالب الاتحاد الوطني بتعميم الماستر على كافة مؤسسات تعليم العالية الوطنية وفتحها أمام مختلف التخصصات كما دعا لإجراء مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن ملاءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل خرج آلاف التوغوليين في العاصمة لومي للمطالبة بالعودة لدستور 92 تسعمائة وألف والسماح بالتناوب السلمي على السلطة في البلاد وكانت للحكومة التوغولية قد تقدمت بمقترح لتعديل الدستور يحدد مأموريات رئيس الجمهورية في اثنتين بدءا من عام 2020 تفاصيل أوفاء في هذا التقرير من جديد الألاف يخرجون في شوارع العاصمة التوغولية لومي يدعون للعودة لدستور 92 تسعمائة وألف وإجراء تحديد لمأموريات رئيس الجمهورية ومراجعة النظام الانتخابي وهي المطالب التي من أجلها خرجت المسيرة الانتخابية الأولى قبل أقل من شهرين وتأتي احتجاجات الأربعة بعد تقديم الحكومة مشروعا لتعديل الدستور نص على مأمورياتين للرئيس بدءا من انتخابات 2020 الرئاسية وكان مقترح التعديل الدستوري قد تقرر تقديمه للاستفتاء الشعبي بعد أن لم يحصل على النصاب القانوني المطلوب على مستوى نواب الجمعية الوطنية حيث قاطع جلسة تصويت عليه نواب المعارضة وتعتبر المعارضة المكونة من 14 حزبا عدد من المنظمات الحقوقية والناشطة في المجتمع المدني أن تحديد مأموريات الرئيس في اثنتين بدءا من عام 2020 إنما الهدف منها بقاء في السلطة لمدة أطول ويحكم الرئيس تقولي الحالي فار ناسينجبي البلاد منذ عام 2005 حيث خلف والده أيديمانيا سينجبي الذي بقى في السلطة 38 عاما وفي حالي أجازت تقوليون مشروع تعديل الدستوري الذي لم يحدد بعد الاستفتاء عليه فإن الرئيس الحالي سيحكم البلاد عشر سنوات إضافية بدءا من 2020 وهو ما ترفضه المعارضة وتدعو للقطيعة مع ما تسميه نظام الأسرة الواحدة حيث تعتبر أن فار ووالده أيديما حكم البلاد لنصف قرن من الزمن وأن الوقت قد حان لفرض تناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة أثار قرار السلطات الجزائرية فرض ضريبة على الثروة جدلا واسعا بشأن التأثير وفرص النجاح وتقضي الضريبة باقتطاع نسبة 1% من الثروات التي تصل 50 مليون دينار جزائري ويقول خبراء جزائريون إن من الصعب تحديد حجم الثروات وكذا تحديد من تنطبق عليهم صفة الأثرية نتيجة لعوامل مختلفة التفاصيل في هذا التقرير جدل واسع في الجزائر إثر فرض ضريبة على الثروة في محاولة من الحكومة لمواجهة التراجع الحاد لإرادات الميزانية وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا بخصوص تأثيراتها وفرص نجاحها وتأتي خطوة فرض الضرائب على الأثرياء من قبل الحكومة بعد سنوات من امتناعها عن هذه الخطوة وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أيحيى أعلن أن بلاده ستفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة بداية من العام القادم بهدف تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد الانخفاض الحاد لإرادات الطاقة مؤكدا أن هذه الضريبة ستشمل نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة وتشير وثيقة الموازنة العام للعام 2018 إلى أن الضريبة على الثروة ستقطع سنويا ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري 450 ألف دولار على أن ترتفع كل ما ارتفعت القيمة على أن لا يتجاوز الاقتطاع 3.5 من الأموال السائلة والمنقولة والسيارات والعقارات والمجوهرات ويقول الخبراء إنه في ظل تضارب الأرقام بشأن حجم الكتلة النقدية المتداولة بالسوق الموازية والحجم المعتبر للاقتصاد الموازي وضعف نسبة دفع الضرائب التي لا تتجاوز الثلاثين بالمئة في أحسن الأحوال فإنه من الصعوبة بمكان تحديد من تنطبق عليه صفة الثري ومن ثم يصعب تحديد حجم الثروات التي ستستفيد منها الضريبة الجديدة خاصة مع تنوع الثروات المستهدفة والمتمثلة في أموال سائلة بالسوق السوداء أساسا أو تتمثل في ممتلكات وعقارات لم تخضع من قبل لما يهيئ إدارة الضرائب لكيفية الاستفادة منها وتشير هذه السياسة الضريبية وتثير هذه السياسة الضريبية الكثير من الإشكالات خصوصا المخاوف المتعلقة بالتأثير على الاستثمار الوطني ومناخه والشركات الأجنبية فضلا عن عدم ثقة الكثيرين بالإدارة ومحدودية التصريح بالممتلكات الفعلية للمستهدفين نظرا لغياب سياسة التصريح بالممتلكات فضلا عن ما سيكتنف العملية من تسويات تشكل أساسا لتضخم الزبونية والمحسوبية والرشوة وهروب النافذين من دفع هذه الضريبة واحتمائهم بجيوب السلطة مما سيحد من ذائدة الحصيلة المجنية من هذه العملية أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني جدلا واسعا في ليبيا حيث دعا إلى ضرورة تخليص البلاد مما وصفها الجثث إشارة إلى الأطراف المتصارعة في ليبيا وقد انتقد الليبيون تصريحات وزير خارجية بريطانيا معتبرين أنه قام بإهانتهم وسخر من ضحايا الحرب في مدنهم المزيد من التفاصيل في هذا التقرير أثار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون غضبا واسعا في ليبيا إذر تصريحاته حول ضرورة تخلص البلاد من الجثث لتصبح مقصدا للمستثمرين البريطانيين والسياحة في انتقاد ضمني للأطراف الليبية المتصارعة وقال وزير خارجية البريطانيا بوريس جونسون مساء الثلاثة 3 أكتوبر في تصريح بمثابة المسحة أثار ضحك الحضور إن بلاده تمتلك رؤية أكثر إشراقا لمستقبل ليبيا وأن مدينة السرط التي تمتلك العديد من المميزات يمكن أن تتحول إلى دبي لكن الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو التخلص من الجثث وقال جونسون إن رحيته في ليبيا في أغسطس آب الماضي كانت رائعة وأضاف أن هناك احتمالا حقيقيا لإنجاز شيء هناك إنه بلد لا يصدق الرماد البيضاء البحار الجميلة وإمكانات شابة حقيقية كما أكد وجود مجموعة من رجال الأعمال في المملكة المتحدة يرغبون بالاستثمار في السرط على الساحل بالقرب من المكان الذي ألقي به القبض على القذافي وإعدامه إلا أن الشيء الوحيد الذي يجب القيام به بحسب قوله هو مسح الجثث بعيدا وأضاف بعد ذلك سنكون هناك وأثارت هذه التصريحات حافظة الليبيين الذين أعتبروا أن وزير خارجية بريطانيا قام بإهانتهم وسخر من ضحايا الحرب في مدينة السرط ومن الذين سقطوا سواء خلال المعارك مع كتائب النظام معمر القذافي أو خلال الحرب التي شنتها قوات البيان المرصوص لدحل تنظيم الدولة من سرط وطالبوا السلطات الليبية بالرد على وزير خارجية المملكة المتحدة إلى ذلك قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة على موقع فيسبوك إن رئيس المجلس فائز السراج استقبل السفيلة الفرنسية لدى ليبيا بيرجيت كرومي وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين السفيلة الفرنسية أكدت في تصريحات صحفية أن فرنسا تتطلع لتنمية وتطوير علاقات التعاون وحرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا ووفقا لمراحل خريطة الطريق التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية إلى الشأن الفلسطيني حيث دعت هيئات القدس الإسلامية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدي لصهاينة الذين يسعون إلى استباحته وتأتي دعوة الهيئات الإسلامية بعد يقدام عشرات المستوطنين على التجول في باحات الأقصى تحت حماية مشددة من عناصر الاحتلال التفاصيل في هذا التقرير طالبت هيئات القدس الإسلامية كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة بشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل التصدي للصهاينة الذين ينون استباحته وجاء نداء الهيئات الإسلامية بعدما قامت شرطة الاحتلال بالسماح صباح اليوم الأربعاء لثلاثة وثمانين مستوطنا يهوديا بالتجول في باحات المسجد على شكل مجموعات لمدة أربع ساعات ورافقت عناصر شرطة الاحتلال المدججين بالسلاح جماعات المقتحمين منذ وصولهم باب المغاربة وحتى خروجهم من باب السلسلة وهم يرددون أغانيهم ورقصاتهم بشكل استفزازي لمشاعر المسلمين الوافدين للصلاة في المسجد الأقصى وكانت جمعيات ما يدعى بالهيكل المزعوم قد دعت المستوطنين لاكتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي خلال الفترة الواقعة ما بين الرابع وحتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري بمناسبة الأعياد اليهودية وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين ودعوات الهيئات الإسلامية بالكدس أعلنت شرطة الاحتلال عن فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطع غزة من خلال إغلاق شامل للمعابر منذ منتصف الليلة الماضية وحتى منتصف ليلة السبت الأحد الموافق لرابع عشر من أكتوبر الجاري وأضافت شرطة الاحتلال في بيان نشرته بالمناسبة أنها وضعت خطة أمنية ومرورية خلال هذه الفترة ستعمل بموجبها على نشر عناصر الشرطة برفقة حراس الحدود وستعزز وجود القوات في مركز مدينة القدس وبلدتها القديمة تحسبا لأي محاولة للقيام بعملية معادية على حد تعبير بيان شرطة الاحتلال قد جرت العادة أن تتصاعد حملات اكتحام الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه من طرف قطعان المغتصبين الصهاينة في مناسبات الأعياد اليهودية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لعمليات انتقام من طرف المنافحين عن الحرم القدسي نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها مجلس اللسان العربي نظم ندوته المجمعية الأولى في نواكشوت بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة اتحاد أوقي والتقدم يدعو إلى تعبية الموارد للتخفيف من حدة الجفاف ويحذر من تفاقم المشاكل المعيشية سكان قرية جيجنايا بالحوض الشرقي يشكون ندرة المياه وملوحة المتوفر منها ويدعون السلطات إلى إنقاذهم يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صبحتنا على الفيسبوك الظاهرات على الشاشة الثاني موجز إخباري بحولها إلى اللقاء اشتركوا في القناة